أعزائي دعوني أبتدأ في هذه الدراسة أعطي خلفية عن هذه البلدة القديمة حتى تساعدنا نفهم أكثر لما بولوس كتب إلى المعاصرين بأيامه وإلى الكنيسة اللي ابتداها في هذا المكان تاريخ أفسوس تاريخ عريق جدا اكتشفوا أثرات بتعود لأيام الحثيين لكن أكثر ابتدأت ألف سنة قبل الميلاد عندما جاء الأثينيون وسكنوا في هذه المنطقة وأقفز تاريخيا إلى الفرس اللي احتلوا كل منطقة آسيا الصغرى وبعد الفرس جاء الإسكندر الأكبر وجعل من هذه المنطقة منطقة استراتيجية مهمة وأيضا هذا الشارع لما دخلنا في بوابة تسمى بوابة هيركليس هي بالواقع بوابة الإسكندر الأكبر لأنه كان يدعي أنه من سلالة هيركليس الذي قتل أسد نيميا وطبعا يمكن بتشوفه في المدخل أليكسندر أو الإسكندر على راسه شكل الأسد أفسوس طبعا تاريخها أكثر من أيام اليونانيين والرومانيين فاللي بتشوفه في هذه المنطقة هي بالواقع أكثر حضارة رومانية تستطيع أن ترى بصمة وطابع الرومان في كل شيء في هذا المكان اعتاد الرومان في أي منطقة بيحتلوها أن يجيبوا روما أي كل حضارة وثقافة وهندسة روما بيجيبوها لنفس البلد اللي بيكونوا موجودين فيها هذه الحضارة العريقة طبعا جعلت من أفسوس مدينة استراتيجية مهمة جدا ولسيما في أيام الرسول بولوس وما بعد فأفسوس أصبحت عاصمة الرومان في آسيا الصغرى عندما تحول المركز من بارجاموس إلى مدينة أفسوس وفي تلك الأيام كان تعداد هذا البلد أكثر من 300 ألف نسمة طبعا لأنه البلد جميلة جدا كانت تعتبر مدينة تجارية فيها ميناء كبير جدا ميناء أفسوس وطبعا لما دخلنا من الشرق لكن عادة الدخول من الغرب من منطقة بحر إيجية إلى طريق الأركادي أو يسمى طريق الرسل أو طريق الميناء في تلك الأيام وكان يدخلوا إلى هذا البلد كانت طبعا ميناء كبير حتى تأتي بالتجارة كانوا يأتون مثلا بالقمح من مصر وكان يصدرون من هذا المكان زيت الزيتون وبضائع أخرى كانت السفن تأتي إلى الميناء لكن مع الزمن ابتدأ تنشف المنطقة بسبب نهر كيستر الذي كان يصب في البحر ويأتي بالطين والطمي مما كان يسبب صعوبة لدخول السفن فالرمان حفروا قناة حتى يوصلوا هذه البضائع أو التجارة لكن طبعا كانت معركة خاسرة مع الزمن لأن الطمي كان بزيد والطين كان عمال بزيد والبحر أخذ يتراجع إلى الوراء لكن بقيت مدينة تجارية قوية كانت تعتبر بوابة آسيا يعني كل اللي عاوز يدخل لآسيا كان لازم يدخل من منطقة أفسوس كانت تعتبر الخزني أو بنك آسيا بسبب الموارد الموجودة فيها وبسبب أن الناس كانت تأتي لعدة أسباب مما كانت تدعم ماديا في هذه المنطقة الرمان عادة بنوا طرق قوية وهذه الطرق حتى يوصلوا المقاطعات الشرقية بروما غربا والطرق كان بيوصلها في كل مكان بين المدن الرئيسية والموانئ الرئيسية حتى يحافظوا على التجارة ويسيطروا على كل العالم القديم أنذاك فكانت تسبب أرباح كثيرة عدى عن ذلك أفسوس كانت تعتبر مدينة سياحية فالمكان جميل جدا من المنطقة العليا الأغورا طبعا الإدارية المدنية السياسية في أماكن القضاء الموجودة هناك وبعد بوابة الإسكندر أو بوابة هركلس كان فقط الأفسوسيين اللي بيحمل الجنسية الأفسوسي كان يكون في هذه المنطقة لكن هذه المنطقة كانت عامة لكل الناس كما ترون هياكل في كل مكان هذا الشارع مبلط في البلاط الكبير أعمدة على الطرفين وحيانا في درجة بيأخذ إلى مناطق عليا لأن المدينة كانت بين جبلين والأبنية كلها والبيوت كانت مبنية على مدرج مما طبعا جعلها جذابة الهياكل في كل مكان مثلا في هذا المكان هيكل الإمبراطور هيدريان تخليدا وتكريما له وهياكل أخرى منها أهم هيكل هيكل أرطميس ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل ترجمة نانسي قنقر